أهلاً بكم في ستوديو القاهرة في بيتل الكل طبعاً وإحنا في بيتل الكل النهاردة ليه بنتكلم عن الزكاء الاصطناعي؟ بنتكلم عنه لأنه هو بقى الحكاية اللي موجودة في العالم كله وكمان موجودة في عالمنا العربي هتلاقي كتير من أجيالنا وشبابنا بقوا بيروحوا لزكاء الاصطناعي اللي بيجرب اللي بيجرب أغنية، اللي بيجرب صوت اللي بيزود تعليم وبيدخل على معينة اللي بيعمل أغنية، اللي بيدخل فيها بقى الغنى والهيسة طب حكاية جبيرة جداً ده اللي خلانا في بيتل الكل لأ لازم نقف لأنه زي ما احنا مؤمنين في دولنا العربية أن احنا رايحين للتقدم بنحلم بمستقبل أكيد واعد لكل دولة من دولنا لكن لازم نكون كمان بنفس القوة يعني ما ينفعش يكون عندنا تكنولوجيا حديثة بدل ما هي تساعدنا وتنقلنا تدمر عندنا حاجات تدمر؟ أوه ممكن تدمر لكن خلينا نتكلم الأول على البناء نتكلم إزاي نقدر إحنا نكسبها وإزاي إحنا اللي نقدر نقودها مش هي اللي تقودها أهلا بكم إلى حلقة جديدة من بيتل الكل شافكي لانا وأخمد كل شي ممكن يا شافكي الموضوع محتاج بحث مهني هذا ما سنفعله في هذه الحلقة من بيتل الكل حيث هناك خشية من الانكاسات سلبية لهذا التطور على الوظائف العامة لكن ممكن تكون النتائج عكس ما نتوقع تماما خلونا نشوف مساء الخير كل من يتابعنا في برنامجنا العربي بيتل الكل الموضوع مثل ما تحدثين وأنا أسرج بقضية الذكاء الاصطناعي اللي حدث في كل البلدان العربية ممكن كثير من المواقع تذكر أكو مخاوف من قضية بأن الذكاء الاصطناعي ودخوله في بلداننا العربية بهذا الشكل الكبير وخاصة في مجال الإعلام في بعض الأحيان ممكن نصح الصباح نلقى مذيع أخبار يقدم نشرة أخباري وهي حتت في باقي البلدان الأوروبية لكن على صعيد الوطن العربي نقول نصح الصباح ما نلقى المذيع متبدل بروبوت خاص فكل هذه الأمور بالتأكيد هي تشغل الوطن العربي بدخول عالم التكنولوجيا وهذه الاستحداثات الأخيرة مساء الخير مشاهدين الأعزاء وطبعا حلقتنا لليوم الدكاء الاصطناعي زي ما بنعرف هذا الموضوع اللي حاز على أهمية كبيرة عالميا الآن موضوع الذكاء الاصطناعي لازم كلنا نعترف بأنه له الإيجابيات الكبيرة جدا دخل في الصغيرة والكبيرة من حياتنا ورغم الإيجابيات إلا أنه أكيد فيه له محادير لازم نتوقف عليها في حلقتنا لليوم من برنامج بيت للكل نحكي عنها ونحاول نسلط الضوء عليها حتى نجد إلها حل نعم لانا حقيقة موضوع قضية الذكاء الاصطناعي سرت شؤاني أيضا في هذا الموضوع شاهدت بأن المخاوف حقيقية في بعض الدراسات والأبحاث العالمية تذكر بأن ممكن ربوت واحد يعادل عمل عشر أشخاص في جميع المجالات والتخصصات أنا كنت أتابع في مجالات التخصصات الطبية أيضا دخل الربوت في عمليات جراحية وأيضا أدى نسب النجاح إلى نسب عالية جدا بسبب ما مخزون داخل هذا الربوت من معلومات حقيقية من أجل إجراء العمليات الجراحية فكل المجالات ممكن أن نشاهد ربوت معين ويدخل الذكاء الاصطناعي في كل المجالات التخصصية مو فقط فيها الإعلام فيها الجراحة في الطفل في الهندسة وأيضا باقي المجالات حتى ممكن فيها المجالات التدريبات الرياضية أيضا يدخل ربوت فكل هذه المخاوف حسب النسبة العالمية بأن تذكر بأن يكون ربوت واحد يعادل عشر أشخاص المخاوف حقيقة بأن نقول في المستقبل نخاف لا يكون انقراض الإنسان ونجد كل العالم عبارة عن ربوتات وأقولكم هذه العودة بالصوت والصورة تخيل يا أحمد بقى أنه من خلال الزكاء الاصطناعي في مهن كتير ممكن تنقرد أو ما تبقاش موجودة أو بدأت فعلا تقل استخدامها ربنا يسهل علينا أحنا كمان على ما يبدو نحن أمام استثمار هائل كيف سنتعامل مع هذا التطور في بلادنا العربية؟